بالتأكيد ردي على السؤال حالة مبشرة جداً وانفتاحها سياسية وانفتاح للمجال العام ويعني اطلاق الحوار الوطني الحقيقة أنا كنت بعيد عن السياسة حوالي 7-8 سنين باطلاق السيد الرئيس إشارة البدء في الحوار الوطني أنا رجعت للسياسة وبقت فيه كمان كتلة الحوار اسمح لي سيادة الرئيس أن أوضح في كلمتي ما هي كتلة الحوار بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي السادة الحضور الكرام أصعد الله مساءكم أتشرف بأن أقف أمام سيادتكم الآن ممثلاً لكتلة الحوار ذلك الكيان السياسي الذي ولد من رحم الحوار مساحات مشتركة أسس لها الحوار فأنبتت كتلتنا كتحالف سياسي لبرالي الهوى يؤمن بالعدالة الاجتماعية تألف تحالفنا من قامات برزة في الحوار وجلساته وعلى دفافه أيضاً فهو كيان يجمع ما بين سياسيين وأكاديميين وتكنقراط وفنيين من أبناء شعبنا العظيم ما جمعهم أنهم يدركون صعوبة الواقع وتحدياته ويشعرون بإحساس الشارع وطموحاته تحالف يؤمن بالفكر وقادته ويقدس آمال رجل الشارع البسيط تحالف يؤسس لإيجاد البدائل والحلول دون ممالأة أو ترصد فنحن معارضة موضوعية لا تسعى أبداً لتسجيل النقاط ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب وأن نتفق الآن وليس غداً على حتمية التفاهم والاستيعاب ومد جسور الثقة بين جميع الأطراف فنحن كتلة سياسية تتعاون لعلاج القضايا والتحديات بدلاً من إلقاء التهم والشقاق ننطلق من شرعية الدستور ونؤمن بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما المكون السياسي الأبرز لحاضرنا ومستقبلنا سيادة الرئيس مايفوتنيش أبداً إن حي حضرتك على إنقاذ مصر في 30 يونيو من حكم فاشي تسطر بالدين نحن أبناء التراكم الوطني نؤسس لمرحلة جديدة من النطج والوعي السياسي نقف في مساحة بين الترصد المغرد غير الموضوعي وبين التهليل المستمر سيادة الرئيس والحضور الكريم نحن جيل سياسي يدرك كل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية فمنذ عقد مضى ومصر تعاني من أحداث وظروف استثنائية ثورة 25 يناير و30 يونيو ومرتبط بهم من استنزاف لطاقات الاقتصاد إرهاب منظم دفعنا ثمنه من أرواح شهداءنا الأبرار من الجيش والشرطة وباء كورونا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها على الاقتصاد العالمي أزمات دول الجوار ليبيا والسودان وسوريا وتداعيتها على الأمن القومي المصري حتمية الإصلاح الاقتصادي والذي تأخر منذ عام 1977 وتم إنجازه بكل جسارة وشجاعة في عهد سيادتكم وغيرهم من التحديات الكثير كانت هذه هي المحن ولأن من رحم كل محنة تولد ألف منحة فقد انغمست الإدارة في ثورة التعمير الشاملة وبنيت الدولة من جديد في جهد طموح وعمل دقوب وشجاع لا ينكره إلا جاحد وبالتوازي تطور سياسي ملحوظ طوال العامين المنصر مين فعلى سبيل المثال رفع تطبيق حالة الطوارئ تشكيل لجنة العفو الرئاسي وخروج أكثر من 1400 سجين رأي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار وسيقة ملكية الدولة بدء جلسات الحوار الوطني وغيرهم من الإيجابيات هذا التطور السياسي لا ننكره أيضا ولكننا ننتظر المزيد والمزيد فالحرية السياسية وفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات حق أساسي وسيادة الرئيس قانون مباشرة الحقوق السياسية يكرس للتعددية السياسية والحزبية ويكرس لحرية الاختيار ونزاهة الانتخابات قانون أحزاب يطيح إصدارها وتكوينها كما يراقب أيضا لوائحها الداخلية ويدعم نموها وانتشارها قانون انتخابات المحليات وعقد الانتخابات المحلية في أقرب وقت السماح للمجتمع المدني للعمل بلا قيود فليس لدينا ما نخفيه نريد إطلاق تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد والانسحاب للخلف لصالح القطاع الخاص والتخلص من تركة العهد الاشتراكي التي أثقلت البلد نريد أن ننطلق لاقتصاد السوق الحر بدون مواربة فلقد ول عهد القطاع العام وذلك بالتأكيد مع الحفاظ أو على الحفاظ على حقوق العمال ومستقبلهم فليس مهمة الدولة مزحمة القطاع الخاص بل توفير كل السبل لتسهيل مهمته في الربح المشروع وتسهيل الاستثمار وانتظار عوائد الضرائب العادلة تحدي ارتفاع للأسعار سيادة الرئيس يتطلب تدخلا استثنائيا ولو لفترة مؤقتة حتى تنضبط الأسواق نتطلع لإعلان نتيجة تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات القناة تمهيدا لبدء تعميم التأمين الصحي الشامل في كل ربوع مصر الوقت انتهى يا دكتور دية واحدة نتطلع لتوفير الاستحقاق الدستوري لموازنة التعليم ولو بشكل تدريجي وتفعيل مبادرات أهلية لسد هذا العجز في التمويل كل أمل سيادة الرئيس أيضا في إنهاء ملف سجناء الرأي وأن لا يأتي العيد إلا وكل سجين رأي بين أولاده ختاما سيادة الرئيس والحضور الكريم إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية لن تحل سوى بحيوية المجتمع ولا سبيل للخروج سوى باستمرار العمل والتكاتف لكل القوى الوطنية والعمل على وجود برلمان قوي يعبر تعبيرا حقيقيا عن التعددية السياسية والحزبية وعن كل أراء الشعب المصري وأوجاعه وأماله برلمان يمارس الرقابة والتشريع دون وجل أو خوف ولا يرضعه إلا صوت الجماهير وضميره سياسة الرئيس نحن في كتلة الحوار لا نسعى وراء ثورة أو تثوير فنحن معارضة نسعى لرأب الصدع بدلا من تعميق وتوسيع الشرق نحن لدينا أوجاع سياسية من فترة مضت ولكننا سنعمل لتحويلها لطاقة أمل لأيامنا القادمة ختاما سيادة الرئيس أطلقت سيادتكم شارة البدء للحوار الوطني والذي استلهم نجاحه الكبير من فتح المجال العام وتجلت التعددية السياسية والحزبية بين جنباته وارتفع صقف الحوار لترتفع معه رأس النظام السياسي عاليا مستوعبة ومدركة لأهمية اللحظة التاريخية وكأن الحوار جسرا يعبر بنا من مرحلة اضطرت فيها الدولة لاستخدام شرعية القوة لمواجهة الإرهاب وتثبيت أرقان الدولة إلى قوة الشرعية والتي تنبع من نظام سياسي حقيقي وفعال هكذا أرى الحوار جسرا يعبر من شرعية القوة إلى قوة الشرعية فشكرا للعجور الثاني سيادة الرئيس سيادة الرئيس وكل الحضور الكريم كل الأمنيات الطيبة لبلدنا الغالية مصر وكل شكر والتقدير لسيادتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور باسل شكرا جزيلا